سادة نذكره في الحقوق كليات الحقوق مرحبا بك معنا أول مرة على قناة تلفزيونية كلمينا أنت مترشحة من دون شك أول مرة على قناة النهار على قناة النهار أنت مترشحة القائمة تعكم كيف تمشي معها الحمل الانتخابية لحد الآن يوم الرابع أنت تتنقلي تخرج الشارع تنظم ملتقيات لحد الآن ما الذي فعلتم فقيتم على المواطنين مازال نحن نقوم بعمل في اتجاهين الاتجاه الأول هو سيد الأمين العام يقوم بتنشيط الحملة على مستوى في مناطق في القطر الوطني ينشط فيها الحملة ونحن قائمة العاصمة على مستوانا ننسق في إطار أفواج بيننا نحن الموجودين في القائمة ونقوم بعمل جواري وكذلك إضافة إلى ذلك نحاول أن نقوم بعمل عمل جواري خرجتوا للشارع خرجنا لكن عمل جواري مؤطر نوعا ما الأماكن يعني لسا باديين فعنا يومين بدينا درنا أفواج نحن وكل واحد في المنطقة ليسكن فيها قبل مع الناس اللي يعرفهم وهكذا باش ننتقلوا من مكان إلى آخر لأنه تسبق باللي تعرفهم ثم كيف كان ردة فعل الناس اللي تلاقيتوهم وكلمتوهم على ترشحكم أنا شخصيا لم أجد ردة فعل يعني ماش إيجابية الحمد لله في البعض خصوصا من الشباب غير مقتنع ويكون الحوار معاك شوية متشدد وصرامة واش تقولون لهم صراحة عبارة مثلا أستاذة واش تقولون لهم حسب يعني حسب الحوار كفاش يجري مع الشباب ولكن نحن نوصل فكرة أنه التغيير لا يأتي هكذا من عدم التغيير يأتي بالعمل ونحن بصدد بناء مؤسسات وبناء دولتنا من جديد لهذا فسوف نبنيها حجر حجر الاعتزال المشهد واعتزال وأنه شخص ما يكونش عن دوراء في الأشخاص الذين يختارهم هذا في الأخير هو من يتحمل مسؤولية انسحابه من المشهد المنسحب لا يحق له أن يعترض أو يحتج يجب أن يكون في المشهد ونحكيه من منطلق أنه تغير أسلوب الانتخاب الآن أصبح فرديا يمكن للشخص ندعوهم اختار اللي حبيت يعني الشخص الذي تراه مناسبا المهم يكون شخص في المستوى ترجمة نانسي قنقر